موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في خلقة جديدة من برنامجكم مؤشر نييل بنتعرف من خلال جولة على أداء البورصة المصرية أسواق المال العالمية وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي البداية من البورصة المصرية حيث تراجعت البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين متأثرة بموجة الهبوط اللي أصابت أسواق المال العالمية خلال نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري ذلك وسط تترقب لتحركات عاجلة من الفدرالي الأمريكي لضبط الأسواق سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة تريليونا وثمانمائة وتسعين مليار جنيه بعد تدورات كلية بلغت ثلاثة وعشرين وثلاثة من عشر مليار جنيه فيما بلغت تدورات سوق الأسهم أربعة وواحد من عشر مليار جنيه انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة اثنين وثلاثة وثلاثين من مئة في المئة مسجلا سبعة وعشرين الفان وثمانمائة واربعين نقطة فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة خمسة في المئة منهيا التعملات عند مستوى ستة آلاف ومئة وثمانية وستين نقطة تراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة أربعة وواحد وثلاثين من مئة في المئة مسجلا ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعين نقطة في منطقة الخليج العربي أغلقت أسواق الأسهم على انخفاض اليوم الاثنين تكبد مؤشر دبي أكبر خسائر بفعل مخاوف من تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود وزيادة القلق من اتساع رقعة الصراع في المنطقة هوى مؤشر دبي أربعة ونصف بالمئة وهو أكبر انخفاض يومي له منذ مايو 2022 متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية سبعة وستة من عشر بالمئة وفي أبوظبي أغلق المؤشر منخفضا ثلاثة وأربعة من عشر بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول سبعة وثلاثة من عشر بالمئة واختتم المؤشر السعودي التعاملات على انخفاض اثنين وواحد من عشر بالمئة وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر تراجعت أيضا المؤشر القطري بنسبة 71 من مئة بالمئة نتحول إلى بورسة والد ستريت حيث تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية اليوم الاثنين مع تنامي المخاوص من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية انخفض مؤشر داوت جونز الصناعي واحد وواحد وسبعين من مئة بالمئة إلى تسعة وثلاثين ألفا وستة وخمسين نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد انبورس فايف هندرد بنسبة ثلاثة وستة وستين من مئة بالمئة إلى خمسة آلاف ومئة وواحد وخمسين نقطة في حين هوى مؤشر ناس داك المجمع ستة واربعة وثلاثين من مئة بالمئة إلى خمسة عشر ألفا وسبعين مئة واثنى عشر نقطة ترجمة نانسي قنقر المخاوف أيضا ألقت بظلالها على أسواق أوروبا التي خشيت من الرقود في الولايات المتحدة بظلالها على أسواق الأسهم الأوروبية التي تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط عمليات بيع عالمية وتراجع المؤشر ستاك سيكس هندرد الأوروبي ثلاثة وواحد من عشر بالمئة إلى أربعمائة واثنتين وثمانين واثنتين واربعين من مئة نقطة ليسجل أدنى مستويته منذ الثالثة عشر من فبراير كانت القطاعات المالية الأكثر تضررا خلال الجلسة وخسر المؤشر الفراعي لأسم الجنوك أربعة واثنين من عشر بالمئة وسجلت برصة فيينا خسائر فادحة وسط حالة من فرار المستثمرين وتراجع مؤشرها ثلاثة واثنتين عشر في المئة في اليابان أفاد وزير المالية شونيتسي سزوكي اليوم بأن السلطات تراقب تحرقات سعر الصرف عن كثب ذلك بعد أن انخفض متوسط المؤشر نكاي إلى أقل مستوى له منذ ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وأوضح أن من المستخصن أن تتحرك أسعار الصرف على نحو مستقر يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم وانخفض مؤشر نكاي القياسي ثلاثة عشرة بالمئة إلى أدنى مستويته في سبعة أشهر اليوم بينما ارتفع الينو الذي يعتبر ملاذا آمنا وسط عزوف المستثمرين عن المخاطر مدفوعين بمخاوف رقود في الولايات المتحدة ومعنا على الهاتف الدكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يعني وصف المراقبون اليوم بالاثنين الأسود نظرا للون الأحمر الذي سيطر على البورصات العالمية أثر داع البورصة المصرية إيه في ظل النزيف في الأسواق المال العالمية لا أسواق المال العالمية لمن أرضا كان السبب رئيسي وخص النصف الأمريكي كان السبب رئيسي في مزيار الأسواق العالمية لا أكثر من سبب في الحقيقة السبب الأولاني هو التوقعات الكبيرة لتقصر رفوض ممكن تكون في المجتمع الأمريكي أو في الأقصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة وعدم قرار المتوقع الفدرالي الأمريكي بالعودة مرة أخرى لرفع سعر سائدة كل الأخبار دي قدت إلى انهيارات كبيرة جدا وطبعا الأخبار اللي تفص العملة الدولارية الموجودة في الأسواق العالمية من خلال التعامل في الأسواق الياباني كل حاجات دي قدت إلى مشكلة كبيرة جدا في الأسواق العالمية النهاردة بالنسبة للسوق المصري كان نسبة بيع الأجانب وده شيء طبيعي زي بقولوا عليها كده رأس المال جبان كل الأسواق العالمية أو المستثمرين الأجانب اللي بيستمروا في السوق المصري كان معدل بيع غير عادي وزاد على ده طبعا بعض الأفراد اللي بيقابلوا نوع من نوع الفانيك أو الفلق نقدر نقول أن الأموال الساخنة جزء كبير منها خرج من البورصة المصرية لكن أيضا التقارير بتشير أن في حالة شراء من المستثمرين المصريين المؤسسات المصرية على الخصوص هي أكثر حاجة كانت فيها نسبة شراء النهاردة إنما الأسراط كانت فيها نسبة بيع كبيرة جدا وطبعا الأجانب والعرق كبيرة للإنشارات الأسواق العالمية أو يعني الإنشارات الرهيبة أو الحفلة في الأسواق العالمية لكن لما نجي نتكلم على إي جي أكس 30 بالأخص نحن كنا قلنا أن في فترة اللي فاتت هناك ويكنس أو ضعف في المؤشر في جي أكس 30 وكان دائما الصعود بتاعه على المدى القصير سقط والضعف ده يعني نقدر نقول أن هناك أسهم دفاعية تنصح بيها المستثمرون في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي ده في البورصة المصرية يعني أنا لا أنصح أصلا في حالة نيارات الأسواق أو الخفاضات الكبيرة للأسواق بالنوار أو اللي يبقى عندنا احتفاظها ورقنا ليه على مدى قصير أو مدى قوي إنما دائما حتى ولو كانت أسهم دفاعية إنما ممكن قوي نرتقب الانتفاضات ونوصل لمستويات سعرية للأسهم الدفاعية والأسهم الجلوتشيبس اللي هي الأسهم الكبيرة اللي حتفت نتائج أعمال كبيرة لفترة الفاتت وأعتقد أن النزول اللي نزلين تقريبا في إيجا أكس 30 من 29 ألف وثمانية وعشرين من نقطة 29 ألف وثمانية وعشرين إلى النهاردة منتكلم 27 ألف وثمانية وخمطين ممكن كمان أن نوصل لمستوى الدعم المفتقى في قرب 26 ألف وثمانية نقطة وأعتقد أن النقطة دي ممكن يحصل رباهم خلال الفترة اللي جاية قد يكون فيه رد أو ريباوند من عند نقطة 29 ألف وثمانية إنما الريباوند ده ممكن تكون فرصة تخفيض أو تخفيض للمراكز مع وصول السوق للقرب من 27 ألف وثمانية نقطة مرة أخرى هذا ريباوند أنا عايزة بس برضو نلقي الدوء على ما حدث في البرصات الخليجية اللي تعتبر برصات طوية إلى حد ما لكن هي أيضا شهدت انخفاض والأكثر كان لمؤشر دبي دوسة حضرتك هو يمكن مؤشر دبي بقاله فترة كان في انخفاضات كبيرة وكان صعب في الفترة الأخرينية عمد ريباوند أو تضحيح صعودي لمعدل كبير إنما في الحقيقة هو سيل داون تريند وسيل يعني ممكن نتعامل معاه كجاستريدين استغلال الفرص الممكن يوصلها أغلب الأسهم القيادية والأسهم الكبيرة نفس اللي أنا قلته في السلو المطري ولو محيلي أتكلم على إيه جاكس سبعين إيه جاكس سبعين حاله أفضل قليلا نعم يعني في عجالة لأننا عايزة أركز على سبب الأزمة الرئيسي ومؤشرات بورسة والستريت وتوقعات حضرتك فيما يتعلق باجتماع سعر الاجتماع الخاص بسعر الفائدة إن فيه مطالبات إن يكون فيه اجتماع استثنائي لتدارك الوضع والله الاجتماع الاثنائي ده هو الطبيعي إنه هو يطالب فيه بتخفيض سعر الفائدة إنما التوقعات اللي أدت للنهيار الكبير اللي حصل في الأسواق إنه هو يرفع سعر الفائدة علشان يحاول يعالج التضخم أو يعالج الركود إنه هو يقلل التضخم إقراءتك لبورسة والستريت إيه دكتور والستريت المفروض الفترة اللي جاية إن هي يعني هيحصل كوراكشن برضو بس يكون ماينر كوراكشن أو تصديح ضعيف برضو يعني نفسي دي بقوله على بقى الأسواق الصغيرة إن أي رد استعال ارتفاعية للأسواق هتبقى فرصة لتخفيض المراكز اللي موجودة أو استخدام يعني استخدام الأوبشنز اللي موجودة في الأسواق الأمريكية إن إحنا نخفض مراكز في اللونج وممكن نعمل شور على المدى القطير في الاستفادات اللي ستحصل للفترة حاليا يعني برأي حضرتك الدكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال إن الإخصار الأمريكي في ورطة حقيقية ما بين تخفيض الفائدة وكبح الركود أو الإبقاء عليها والاستمرار في رحلة التضخم بشكر ضيفي الكريمة الدكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا وإلى أسواق البترول العالمية حيث وصلت العقود الآجلة للخام خسائرها إذ تغلبت المخاوف من رقود في الولايات المتحدة على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات وقالت من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مازيج برينت 7.100 دولار بما يعيده 1.4% إلى 75.74% للبرميل ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.8% أو 1.6% إلى 72.34% للبرميل والختام من أسواق المعادن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب في التعملات متقلبة اليوم مع تصفية المستثمرين مراكزهم بالتزامن مع موجة بيع واسعة النطاق للأسهم رغم أن المحللين قالوا أن جاذبية الذهب كملاذ آمن تظل قوية مع تصاعد المخاوف من الرقود في الولايات المتحدة نزل الذهب 8.10% إلى 2.425.4% للأوقية أما بالنسبة للمعاند النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 27.83% من 100 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 3.4% إلى 925.65% من 100 دولار للأوقية أسواق المعادن النفيسة كانت آخر أخبارنا في هذه الجولة الاقتصادية شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة